سيد منوارت حدث أن عوض القيام بتشجيع مؤسسات بتجميع الخبز والتحويل يجب تركيز على محاربة ظاهرة الخبز وقالك أنه غذاء الأغنام أرخص من الخبز كانت عنده رأي مخالف لعملية تحويل الخبز أنا نشاطره في هذا الرأي لأن الخبز هي مادة نبيلة ومادة أساسية للتغذية لكن الوضعية الحالية أجبرتنا على وضع حلول مؤقتة إن شاء الله لأن كتفنا كثير من عامه نقوم بتحسيس يعني كل الأجهزة للولايات الجزائر قامت بالتحسيس حتى أننا قمنا في تحسيس البرنامج الجامع الانتقائي لوضعته في بعض الأحياء الشعبية من أجل حد لهذا التدبير لكن الوضعية نعيشها اليوم مرة ولكن نعيشها اليوم نشوف الخبز يتعلق في الشجرة بقايا الخبز تعلق في الشجرة بقايا الخبز تحط في القاعة بقايا الخبز تحط في المدرجات العمارة يعني لهذا وضعت السلطة وضعت حاوية من أجل فرق بين الخبز والمادة الأدوية وهي التزم المواطنين يعني المواطنين يلتزموا بوضع الخبز في الحاوية المخصصة له يعني من خلال الدورة يتتعقون الستين بالمئة طعم نعم لأنه صابوا بلاسة وين يحطوا يعني وجدوا مكان ليوضع الخبز لكن صحيح يعني هذا مؤسف ولكن الحالة اللي أنا نعيشين فيها أجبرتنا على وضع هذا الشيء لأنه الخبز يكون هكذا في وضعية غير مؤمنة يعني حتى في الدين تعنامنا ما نتقبلوش لكن أنا نقومه من ناحية أخرى نقومه بتكتيف الحمالات يعني أنا نقومه بوضع حمالات تحسيسية